السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث ليلة النصف من شعبان ضعيفة يا شيخ تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت مقطع بالأمس عن فضل ليلة النصف من شعبان وقلت في المقطع وارجعوا للمقطع واسمعوا بنفسكم بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمت عن فضل هذه الليلة وذكرت حديثا رواه الإمام البيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد يعني أهل الخصام ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون ثم ذكرت في المقطع اللي فات قلت ولكن هذه الليلة لا يجوز تخصيصها بأي عبادة مهما كانت إلا عبادة إحنا متعودين عليها طول السنة يعني مثلا حضرتك أو حضرتك بتصلوا قيام الليل طول السنة صلوا قيام الليل في ليلة نصف من شعبان بتقرأوا قرآن بالليل في طول السنة في كل الليالي اقرأوا قرآن في ليلة نصف من شعبان إنما ما بنصليش خالص طول السنة ما بنعملش أي عبادة ونجي نخصص هذه الليلة بالعبادة فقلت إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ناس داخلين بعض الناس طبعا مش كلهم طبعا وإلا بفضل الله فأكتر من 99% من التعليقات تعليقات من ناس أفاضل وناس محترمين الله يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين يقوم داخلك بعض بقى الناس اللي هم بيعايزين يعني إيه حاجة من الاتنين يعني عايز يخش يعني يقولك أي كلام عشان يأذيك يعني أو واحد يكون عيازا لا ربنا عافينا الله أعلم بالنفوس يعني عايز يعني يكون ايه يكون متسلط يعني يخش يقولك ايه يقولك من تمنين جبتوا الكلام ده ده العلماء أجمعوا على ضعف هذا الحديث وانا الحقيقة بسأل من أين أتى بالإجماع إذا كان علامة العصر علامة العصر الوحيد الذي ينفق في كلامه في الحديث العلامة الألباني محسن الحديث غير الشيخ مضاعف الحديث أهلا وسهلا على العين وعلى الرأس نحترم كل المشايخ ونقول انت خد برأي شيخك وانا خد برأي شيخي أنا شيخي هو الألباني لم أتتلمز على يديه ولم أنا لهذا الشرف كنت أتمنى أن أنا لهذا الشرف لكني لا أستطيع إن أنا أدعي شيء أنا ما حصليش كنت أتمنى أكون تلميذ من تلميذ لكني تتلمست على كتب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة فبيقولك أجمعوا على ضعف حديث ليلة نصف من شعبان مين اللي أجمعوا؟ إذا كان الشيخ الألباني وتلميذ الذين تتلمزوا على يديه الذين جلسوا بين يديه سنوات طويلة كلهم محسنين هذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى فمن أين أتيت بالإجماع؟ يا دي حاجة وبعدين بعضهم بقى ما سمعش المقطع أصلا داخلك بقى يقولك إيه؟ يقولك كيف تتكلم على ليلة نصف من شعبان وهي أصلا لا يجوز تخصيصها بأي عبادة أقول له طب أنا قلت كده حضرتك سمعت المقطع يقول لي لا طب طالما ما سمعتش المقطع حكمت مني إن أنا قلت يجوز تخصيصها بأي عبادة ما أنا قلت لا يجوز تخصيص الليلة بأي عبادة إلا فقط العفو إن إحنا نعفو عشان ربنا يغفر لنا في هذه الليلة فالمولى عز وجل لا يغفر للمتخاصمين وقلت إذا كان خصاما من أجل دنيا لا من أجل دين يعني يجوز الخصام من أجل دين نعم يجوز إنما لو كان من أجل دنيا لا يجوز إلا إذا كان شيء لا يحتمله إنسان فوق قدرة الإنسان يعني واحدة بتقول فلانا تسببت فيه خراب بيتي واتطلقت من زوجي واتحرمت من ولادي فهل أصلا يعني أنا مش قادرة صالحها أقول لها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هتروح تصالحها واحدة خرب بيتك وحرماك من أيالك يعني أنا ما تحرمش من مغفرة لا ما تتحرمش من مغفرة واحد بيقول فلان أتى الأخوية هروح أصالحه وإلا هتحرم من مغفرة أقول له لا لا تصالحه ولا هتتحرم من مغفرة عايز تصالحه دي حاجة ترجعلك إنما إنت مش مكلف إنك تصالح واحد بالمنظر ده واضح كده حبيبي واحدة بتقول فلانا عملتلي سحر وقازتني ودمرت حياتي لو اما صلحتهاش يبقى انا ما يضغفلش اقول لا انت مش بطالبة بكده حبيت تصلحيها فابيها ونعمة عيني مش قادرة خلاص وما تتحرميش من المغفرة واضح انما انا بتكلم عن خصام الدنياوي اللي من اجل حاجات بسيطة لا ينبغي ان يكون هذا بل يكون التصالح وشهر شعبان فعلا هو شهر التصالح عشان نفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى فانا بقول ان بفضل الله سبحانه وتعالى وبطمن كل حبيب وكل حبيب يعلمون هذا عني ولله الحمد قسما بالله انا لا اذكر حديثا الا من البخاري او من المسلم تمام او من الاحاديث التي صححها او حسنها علامة العصر الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة واضح كده طيب فعلا لا يجوز تقصيص هذه الليلة باي عبادة الا عبادة العفو ان احنا نعفو عن الناس عشان ربنا يغفل لنا بفضل الله سبحانه وتعالى طيب مين اللي ضعف الحديث بعض العلماء الحديث ربنا يحفظهم جميعا والكل على العين وعلى الرأس نحن لا نسيء لأحد أبدا فاللي شايف ان الحديث ضعيف لان شيخه ضعف وقول له اهلا وسهلا حبيبي خذ بتضعيف شيخك ولك الحق واللي شايف ان الحديث حسن لان شيخه الالباني العلامة المحدث هو اللي محسن الحديث فله ذلك لانا انكر عليك حبيبي ولا انت تنكر علي ان كنت انت فاكر ان في حد اعلم من الشيخ الالباني دي قضيتك ربنا يبارك في عمرك وانا قضيتي انا اعتبر ان الشيخ الالباني هو اعلم اهل الارض في الحديث وليه ان اقول ذلك وليه حق انك تقولي لا مش هو اعلم من اهل الارض برحتك لكن كل واحد يعتقد ما يعتقده واضح كده انا لا انكر عليك ولا انت تنكر عليهم تعالوا نشوف واحد من أكتر تلاميذ العلامة الألباني ومن أقرب الناس للعلامة الألباني اللي كان ملازمه بقى وقاعد تحت رجليه بيسمع الحديث وبيتعلم على قديه سنوات طويلة جدا ماذا قال حينما سئلة مين أعلم أهل الأرض بالحديث بعد الشيخ الألباني شوف ماذا رد تعالوا نشوف فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان تعالوا نشوف ماذا قال من أعلم أهل الأرض في علم الحديث بعد الإمام الألباني لا يجيب على هذا إلا من هو أعلم النهس لكن الذي ينقل في نفسي ولا أقول هذا مبالغا وقد قال قديما من مدح شيخه فكأنما مدح نفسه لكن أرجو الله أن أكون متجردا لو أن علم الحديث الذي في صدور رجال اليوم الذي تشتت في قلوب الرجال اجتمع في رجل واحد ما بلغ مبلغ الشيخ الذي علم الحديث الذي في صدور الرجال المنتشرين في الدنيا اليوم كلها لو كل هذه العلوم أخذنا من هذا الذي في قلبه وهذا الذي في قلبه وهذا الذي في قلبه فجمعناه في قلب رجل واحد الذي أظنه والذي يبلغ على ضدني أن هذا المقدار المجمع تجميعا لا يبلغ علم شيخنا الألباني ورحمه الله تعالى ذا كان رأي الشيخ حينما سئله عن أعلم أهل الأرض بالحديث واضح كده شوف ماذا قال لو جمع علم الحديث من صدور كل المحدثين على الأرض الآن جمع من هذا العلم الذي في صدره ومن هذا العلم الذي في صدره وكل ذلك جعل في صدر رجل واحد ما كان يساوي علم الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله وسعه وأنه أوافقه على هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى أنا عن نفسي يعني أنا مألف 270 كتاب بقول ربنا يجعلهم في ميزان حسنات شيخنا العلامة المحدث الشيخ الألباني وعلى فكرة بالمناسبة وأكسم لكم بالله على هذا أحد تلاميذ الشيخ الألباني اللي تتلمز على إيده وقعد تحت إيده ست سنين ست سنين أيوة رب الكعبة كنت جالس معه في صيارتي وعب أتكلم معا فجات سيرة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة وسعه فقال لي هذ كلك موقف حجيب جدا ضار بيني وبين الشيخ الألباني قلت له خير يا شيخنا قال لي والله العظيم هذا ما ضار بيني وبين الشيخ في يوم الأيام عايز أسأله فيه مسألة بيني وبينه فقلت له بفضيلة الإمام المحدث قال له استنى اصبر مين هو اللي إمام ومحدث قال له فضلتك قال له أنا إمام وعلام ومحدث قال له طبعا وهل يشك أحد في هذا قال له لا لا يا ابني ارفق بنفسك وارفق بأخيك أنا يا ابني عايز أسألك سؤال ورد علي بكل صراحة لو أنا يا ابني عايش في عهد الإمام أحمد بن حبل هل كنت أصلح أن أنا أكون علامة ومحدث فسكت تلميزه سكت فقال له يا ابني جاوبني فقال له لا قال له طيب يعني مصلحش أكون لعلامة ولا محدث ولا بطوابع الشيكة قال له ولا حتى كنت أصلح أكون طالب علم عندهم مع أن الشيخ طبعا أجل من ذلك بكثير وعلمه ما شاء الله طمام قال له طيب لو أنا يا ابني عايش بقى في زمن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر والصحابة ماذا كنت أساوي هل أصلح أن أنا أكون علم يا ابني أو محدث أو علامة فقال له لا قال له بس يا ابني هي دي المسألة ضعوني في حجمي الطبيعي أنا يا ابني والله باللفز كده قال له قال له يا ابني أنا ما زلت طويل بعلم الشيخ العلامة الألباني العلامة المحدث اللي بقولها بملء الفم علامة ومحدث لإني قرأت كل كتب الشيخ وعارف الرجل ده كان بيعمل إيه واكتهد إزاي وتعب إزاي في تنقيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأي كتاب كتبته في عمري كله والله العظيم يعني أنا أحتسب يكون في ميزان حسناته لإني الوقت اللي كنت سأنضيف في تحقيق كل الأحاديث دي كان هاقضايا عمري كله هو وفر علي عمري بيننا أشوف كتبه وأشوف الحديث اللي مصححه أو اللي محسنه وأخذ الحديث من غير معضة دور بقى فالشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان في قمة التواضع لما يتقال له أنت علامة ومحاتس رفض هذا الكلام قال له يا ابني أنا طويل بعلم مش طالب علم كمان لا طويل بعلم الشيخ مشهود بن حسن أل سلمان لما سئله لما سئله مين من الذين أوصى بهم علامة الألباني من بعده كان ممكن يقوله هو من تلاميذ هو من أنجب تلاميذه على فكرة كان ممكن يقول أوصى بيه وبفلان وبفلان والله ذكر أسماء غير اسمه خالص تعالوا اسمعوا كذا ماذا قال سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يسأل بعد وفاتك نسأل من بعد وفاتك وطرأ علينا شيء احتجنا أن نسأل عن صحته نسأل من فكان الشيخ رحمه الله تعالى يجيب ويقول الشيخ شعيب والشيخ علي الحلبي الشيخ شعيب والشيخ علي الحلبي هذا كان جواب شيخنا رحمه الله شفته لو كان لو كان عايزي يعني يعمل لنفسه مجد واللي حالة كان قال إيه قال والله هو الشيخ قبل ما يموت أو صبية أو صبي الشيخ فلان إنما ذكر اسمين تانين ذكر اسم الشيخ شعيب والشيخ علي الحلبي رحمه الله رحمة واسعة ذكر لتنين دول بس ما ذكرش نفسه لو كان طالب مجد كان قال ذكر آل وفلان وفلان إنما ذكر اسمين فقط تمام آه ممكن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يثني على ناس كتير جدا زي أنا مثلا لما كنت عايش في المدينة منورة كتير جدا عشرات من تلمين من الشباب طالبة العلم كان يجيني في المسجد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شيخنا عايز إجازة من حضرتك إننا أدرس كتبك أقول له حاضر أنت فيه يقول له أنا في الجامعة الإسلامية حاضر أو أعمل له الإجازة ورغمنا عارف أنه ممكن يكون أرى بعض كتب مش كل كتبي لكن كان من باب التشجيع وأثني عليه خيرا بأخذ اسمه وأثني عليه خيرا تمام ثنائي عليه خيرا لا يعني إنه هو أنجب تلميذي وخب بال حضرتك يعني فإنما لو سألتين النهار ده مين يدرس كتبك من بعدك شيخ محمود فانا عندي واحد أو اتنين هما دول بس اللي ممكن يدرس كتبه وخب بال حضرتك ومش معنى كده أن أنا عالم لا 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 ده إزا كان العلامة الألباني بيقول أنا طويل بعلم فأنا ولا حاجة أنا ولا حاجة سكل ما في الأمر اجتهت في أنه وصل الدعوة بشكل بسيط وبشكل جميل وبشكل يخلي الناس تحب الدين ما تنفرش من الدين بفضل الله سبحانه وتعالى فاللي يقول بقى أصلي حديث ضعيفة وزي ترى خش بأدب وتكلم واعمل حساب السن قبل ما تعمل حساب العلم ده أدبوك أدبوك أنا عندي ستين سنة فعمل حساب اللي بتكلمه ده أدبوك فلما تخش تتكلم لا تتطاول إزاي تذكر حديث العلماء كلهم أجمعوا على تضعيف مين العلماء اللي أجمعوا على تضعيف ما هو العلماء الألباني اللي هو عالم الدنيا كلها في الحديث محسن الحديث انت خد بتضعيف شيخك حفظه الله وإحنا لا نسيء لأحد أبدا ربنا يا بارك في جميع مشايخ الدنيا كلها وفي جميع المحدثين لا ربنا يا بارك فيهم جميعا لكن أنا بقول إن وهذا ما أدينه به لله سبحانه وتعالى لا أعلم أحدا عنده عشر علم ولا واحد من المية من علم الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله وسعه فلما أقولك الشيخ الألباني مصحح الحديث أو محسنه وإنت شايف إن في شيخ مضعف الحديث لك أن تأخذ بالتضعيف حفظك الله خلاص برحتك ونأخذ بتحسين أو بتصحيح العلامة الألباني لنت تعتب علي ولا نعتب علي وكل ده في فضائل الأعمال له في عقيدة ولا في غير ذلك واضح كده إنما هي نفوس عيازا بالله مريضة نفسها تخش بس تعترض عايز يحط بصمته تمام عشان يخش يسيء لفلان ولا يسيء لفلان أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من تلك الأمراض يا رب العالمين فأحاديث ليلة النصف من شعبان أحاديث حسنها علامة العصر الشيخ الألباني رحمه الله رحمة وسعه وفي النهاية لا يجوز تخصيص الليلة بأي عبادة إلا عبادة العفو فقط أما تخصيصها بأي عبادة فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة